مرة واحد من الأفاضل بعث لي قال لي من فضلك مدام رهي الوضع في غزة ما تزيش تمس في بوتين لأنه هذا هو الخطر هذا هو الخطر وهو أنك تنسى جرائم شخص آخر ارتكب كوارث كبرى وما زال يرتكب ما توقفش فقط لأنك إن واحد جاء دار صدمة للعالم وارتكب هذه الجرائم لا هذا مجرم ودك مجرم أنت مش شرط تجيه تخير تقول هذا مليح وهذا مش مليح هذا مجرم أي قاتل الأطفال مجرم هذه القاعدة قتلوا هنا قتلوا قتل مسلمين قتل هنود قتل مسيحيين قتل إسرائيليين قتل مريكان قتل جزائيين أي قاتل أطفال مجرم هذه القاعدة والأصل أي قاتل المدنيين مجرم فما لازمش تنخدع بي وعليكم السلام والله بأنه وكأن بوتين قال لك إنه يبكي إن لا أحد يستطيع أن يرى أطفال غزة ولا يبكي حق قاله كاذب وقاله مجرم وأنا قصد أني نجيب هذا النقطة بالذات لأنه بعض الناس ينخدعون بسرعة ينخدعون بسرعة بكل أسف ترجمة نانسي قنقر